أربعة شبان من الكحالة قدموا إفاداتهم في وزارة الدفاع وهم ليس أبي خليل، إليب الجيني، فادي الزغبي، وإليد جوب الجيني بين أربعين دقيقة وساعة استغرق استجواب كل واحد منهم بحسب معلومات الام تي في في البداية سأل المحققون كيف بدأ الإشكال فكان الجواب أن بعد رفع عناصر حزب الله السلاح لمنع الأهالي من الاقتراب إلى الشاحنة رمى الأهالي الحجارة السؤال الثاني، لماذا ظهر بعضكم وهو يتشاجر مع صاحب الشاحنة؟ فكان الجواب لأن صاحب الشاحنة كان يهدد الأهالي في حال لم يبتعد عن المحتويات استطرد المحققون وسألوا هل رأى أحد منكم المحتويات؟ نفى الشبان ذلك، قائلين لم يكن بإمكان أحد رؤية طبيعة المحتويات لأنها كانت مغلفة بصنديق من خشب أما بالنسبة إلى سبب مشاركتهم في الإشكال فسأل المحققون هل اتصل أحد بكم لحظة الإشكال؟ هل حرضتكم أي جهة على المشاركة؟ أجمع الشبان على أن ما من أحد حرضهم منهم من قال إنه كان موجوداً بالصدفة قرب مكان الإشكال ومنهم من أجاب أنه عندما احتدم الإشكال دفعه الفضول إلى الاقتراب كذلك ركز المحققون على هذا السؤال هل رأيتم أحداً من جهتكم يحملوا السلاح؟ فجزم الشبان أن ما من أحد منهم أو من أبناء البلدة حمل السلاح باستثناء فادي بالجينة فكان السؤال هل تواصل فادي مع أحد منكم قبل إطلاقه النار على أحمد القصاص؟ فكان جوابهم أنه لم يكن هناك حوار مباشر مع فادي لكنه كان هادئاً لأكثر من ساعتين وكان يقول لأهالي البلدة ما حدا يقرب على الشيحن روءه خليهم يشيل غراض ويفله إلا أنه فقد أعصابه فجأة بعدما تطورت الأمور وسمع إطلاق نار من عناصر حزب الله فدخل إلى منزله وأحضر سلاحه وبعد هذا التحقيق غادر الشبان الأربعة ولكن قد يطلب منهم لاحقاً الإدلاء بتفاصيل إضافية في حال استدعى التحقيق ذلك اشتركوا في القناة